ما كنتش جايت في وقت متأخر ما تقولش كده حسن البيت بيتك وتيجي في اي وقت تفضل تفضل انا يخليك اهل البلد عاملين ايه؟ كله طمام الحمد لله تايما اهلا 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 يا ابو علي طالما قلت يا ابو علي يبقى الامور حلوة واتكلم باجا بجال بجامد تحب نكمل هنا ولا ندخل هنا وانت المكتب؟ لا لا مالوش لازم المكتب انا جاي في حاجة سريعة كده وماشي على طول لا مينفعش انت تقعد وتاخد وجبك وتشرب قهوتك كمية لا جاهوة ايه؟ خليها شربات اصل انا جاي عشان لوبنة لوبنة؟ اه هارضة اه انا الصراحة ما صدقت انك كلمت بروان وقلت له ان ما عندهاش مانع طيب برضي يعني حتى لو هنتكلم على لوبنة تقعد ونتكلم بهدوك كده صلي على النبي مش كل حاجة بسرعة يعني اه لا والله يعني يا عزوريني انا كلامي مع رجال ولا يا عدي البشر طبعا يا عزم طول عمرك بتفهم في الاصول طيب ممكن اطلع اخو بمرضي؟ لا 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 ايما ده طلعت جبالك طلع عياتي لوبنة مش هينفع دلوقتي اصلاح نايمة لا انا مش نايمة طيب دا أعشان تعرف بس انك غالي عيندي قولني مقدرش استغنى عنيك أول ما عرفت إن خلاص عجلك رجالك وعرفت إن جوزك فوق الكل قلت خلاص يا حسن إنسان اللي فات ونفتح وصفحة جديدة وان هاجي معاك يا حسن الهابة اللي انت بتقولي ده لبناء مش هترجع معاك يا حسن ايه الكلام ده يا عدل باش انا كده ازعل اديك سامع بودانك لبناء بنفسها قلت هتيجي معاك يا حسن سيبك من ريم خلص اه سيبك من لي اسمع كلام عدلي بس بعد اللي هقولك علي أنا هقولك عدل في دماغه ايه وبعدها هاجي معيك بس لازم توعدني إنك هتعملي كل اللي أنا عايزاه عدل كان بيلعب لعبة وفكر إن خيوط اللعبة كلها في إيده بس أنا بقولك هو كل اللي هو عايزه نعايز يحطك إنت واخوك تحت رجلي وبعدين أنا بقى اللي هحطه تحت رجلي أنا مستعدة رجع لك يا حسن وأبقى معك كمان على طول وطالما هبقى مراتك وفي إسمتك يبقى أنت اللي هتجيب لي حقي وأول حق بقى أنا عايزاه من الرجل ده تفضل يا لوبنا تتفضل فيني يا حسن مش وقته يا ريتال حوالي مش وقته رجعتها رد علي يا حسن أيوة أيوة تقلبشة في بيئة ديها وسنانها قوة في يا لوبنا بكلمتك إيدك عايزة تتكلمي تتكلمي ما حسن أعتبريني مش موجودة خالص معك بك كده؟ فهمني يا حسن عشان أنا أتمكن خلاص هتطرشق مني ما تلمسنيش عايزك تعرف حاجة واحدة بس إننا هنا مش قاعدة لك تاني رايحة فينا إيوة عقيدك رايحة لامك تيجي تشوف حل في اللي انت بتعمله فيا ده ريتالي إيه دي وأنا حفاهمك أنا مش عايزة أفهم يا حسن الكلام معك خلص خلاص إيه دي بس يا ريتالي ما تبييش عبيطة هو إنتي عايزين أقعد معاه بعد اللي عمله؟ مش هيحصل وبعدين أنا مش هنام وارتحك لما يجي مروان ويقولي عنده علم باللي عمله حسن ولا لأ؟ ما هو لو عارف؟ يبقى بيقوي عليها أنا لازم أستناه علشان يقولي اللي حصل بالزبط يقوي عليكي استحاله مرواني أعمل كده طب كلميه كلميه ويسأليه قوليه حسن رجع البيت اللي اسمه له ابنة دي ولا لأ؟ حاضر أنا حكلمه بس إنتي اهدي شوية ما تقولي ليش اهدي مش هاهدة يا زين ريتالي لأ يا حبيبتي إنتي لازم تهدي عشان نعرف نفكر صح هديت يا زينب حبيبتي إنتي لازم تقودي مع حسن وتفهمي منه إيه اللي حصل هو ما كانش عايز لوبنا وطالما رجعها يبقى أكيد في حاجة حصلت إيه اللي حصل يا حبيبتي إني حسن بيحب يبقى ديك البرابر يحب النسوان كلها حواليه دا لو سحي من نمه اللي قاش ثلاثة أربعة جنبه ممكن يتجند اسألين أنا ريتال زي ما انتي عارفة حسن أنا كمان عارفاه استحالها يكون بالدماغ دي إيه دي؟ إيه دي عشان نعرف نفكر صح؟ خليكي قعدة هنا شوية حروح هدي الدوة الجابرية وارجعلك ماشي؟ دوة إيه اللي تدهولها؟ انت فاكرة إن دي هتموت؟ دي هتموتنا كلنا وتقوض على قمرنا حرم عليكي يا بيت إيه دي؟ يفعش كده؟ ماشي يا حسن ماشي طائل يا زيني ما عاد الدوة يا مرات عامي اتفضلي بالشفاء من جلبك؟ انت لازم تاخد الدوة في معايته لا ما هاخدوش إيه لازمة الدوة؟ لما اللي حواليكي يدع بس من ورا جلبهم انت ليه بتقولي كده؟ هو أنا عملت حاجة تزعالك ولا قلت كلمة تضايقك؟ لا عملتيش بس أنا عارفة أنك مش مرتاحة وأنا ما عزكيش تعملي حاجة وانت مخصوبة ولا من ورا قلبك اتطمني يا مرات عامي أنا مرتاحة ومش تعبانة لا تعبانة وبتيجي تطلي علي وانت مخصوبة أقول لك على حاجة أنا ما صفيتش على ركت الكريمة إلا عشان خطرك وعمر جلبي محن لحد غيرك بلاش ندور في القلوب يا مرات عامي خلي كل قلب مقفولها اللي فيها يمكن لو فتحنا الببان مش هنعرف نقفلها تاني وبلاش نقعد نقلب في اللي فات خلينا نفكر في اللي جاي وخلينا نسيب لعيالنا سكرة حلوة لما يكبروا نحكيها له ويبقوا مبسوطين موسيقى 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 مثل آخر ليس بتا هتمشي روح اجيبها بكرة هتقولك مش هرجع البيت الا لما لبنا تخرج منه انا كنت عايزة تكلم معاك في الحكاية دي